بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين ثم السلام عليكم أيها الأخوة الكرام ورحمة الله وبركاته الوحيد الخراساني يؤمن برب لا يعرفه ولم يرى له أثرا في الحياة أو الخلق يستند الشيخ محمد حسين الوحيد الخراساني أستاذ ألم الأصول في حوزة قم في محاولته لإثبات وجود الإمام المهدي الغائب محمد بن حسين عسكري الإمام الثاني عشر عند الشيعة الأثناء عشرية والذي يزعم أنه ولد في منتصف القرن الثالث الهجري وغاب منذ ذلك الحين ولا يزال حيا إلى اليوم وسوف يظهر في المستقبل هذا الشيخ يستند إلى أحاديث ضعيفة أو موضوعة مثل زيارة الجامعة والناحية ودعاء الندبة وزيارة ياسين وما إلى ذلك من تراث الغلات فهو مثلا يستند إلى فقرة في دعاء يرويه أثمان بن سعيد العمري أحد أدعياء السفارة الخاصة أو النائب الأول على أساس الإمام الغائب وهي هذا الدعاء هو اللهم عرفني حجتك فإنك إن لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني ويتخذ من هذه العبارة حجر الأساس في تفكيره الأسطوري إذ يعلق عليها بالقول في كتابه مقتطفات ولائية هذه كلمة محفوفة بالأخطار وقبل البدء لابد من التنويه إلى أن المسألة من الأهمية بمكان بحيث إنها خارجة عن إطار قدرات وإمكانية أمثالي وأمثالكم يعني لا أنا أقدر أفتهم ولا أنتم تفتهمون فالقضية هاي كلاش غامضة إن الموضوع هو معرفة الحجة لا معرفة العبادات والمعاملات الشرعية ولا معرفة الصحيح والأعم هذه مصطلحات أصولية يعني ولا معرفة البراءة والاشتغال كواعد أصولية فهذه يمكننا أن نلجها بإقدام ونبحثها دون وجل أما في هذه الأبحاث بحث موضوع الإمام مهدي يعني فنحن ندخل بخوف ورهبة إذ لا أهلية لنا ولا كفاءة ما نقدر أصلا ما نقدر نبحث الموضوع فلا مناصة من أن نقول اللهم عرفني حجتك إن معرفة حجته شأن أكبر من أن نبلغه إحنا ما نقدر نفتهمه إلا الله علمنا ياه وهذه الأبحاث في حقيقة الأمر لم تنقح ولم تخضع للتحقيق كما ينبغي هذا كلام الشيخ الوحيد الخراساني في كتاب مقرطفات ولعية وهذا اعتراف منه بعدم امتلاك الأدلة الألمية الشرعية على وجود الإمام الثاني عشر الغائب المهدي المنتظر وصعوبة التعرف عليه والتأكد من حقيقته وهويته تصريح واضح يعني ولو بدل الشيخ جزءا يسيرا من حياته ونشاطاته الألمية لدراسة حقيقة دعوة وجود ولد الإمام العسكري لعرف أن الأمر من بدايته إلى نهايته ليس سوى فرضية فلسفية وأسطورة خيالية لا حقيقة خارجية لها وإنها لم ترد في القرآن الكريم ولا في السنة الصحيحة الثابتة ولم يعرفها الشيعة ولا أهل البيت حتى وفاة الإمام العسكري في منتصف القرن الثالث الهجري خاصة لو اعتمد الشيخ الخراساني على مناهج البحث الألمية الأصولية التي يعتمدها الشيعة والعلماء في الحوزات الألمية وصدق أقوال الإمام العسكري الظاهرية التي كان ينفي فيها وجود ولد له في حياته ورفض دعاوى الغلاة الباطنية الذين كانوا ينسبون إلى أهل البيت ما يحلو لهم من دعاوى منكرة منكرة باسم التقية لو كان متبع المنج الألمي ما كان وقع بهالحيرة وهالغموض أنا لا أقدر أعرف ولا أنتم تعرفون ولا بإمكان أحد أن يفهم هذا الموضوع كما يقول بساطة كان أدرك أنا في شيء أسطورة وما له أساس ولكن مشكلة الشيخ الوحيد الخراساني وأمثاله أنه خلافا لما يوحي موقعه في الحوزة وتدريسه لعلم الأصول ينطوي على قدر كبير من السذاجة والتقليد الأعمى والاعتماد على أقوال الفلاسفة المنحرفين والمتكلمين والغلاة الذين اختلقوا أسطورة وجود الولد الإمام العسكري وأنه عن الشيخ الوحيد الخراساني يكون نظرياته في معرفة الإمام أو الغلو فيه من خلال الأدعية الموضوعة والزيارات المختلقة والروايات الضعيفة والحكايات الأسطورية التي نزجها فريق من أصحاب الإمام العسكري بعد وفاته وادعى بعضهم النيابة الخاصة عن ذلك الإمام الموهوم يقول الوحيد الخراساني إن معرفة الولي الأعظم والسر الأكبر منوطة بأن يقحم العلماء وعندما أقول العلماء فلا أقصد الطبق الدنيا منهم بل أولئك الذين قضوا سنين متمادية في معالجة القضايا الفكرية أن يقحموا أو يقتحموا مضمار التعابير التي جاءت في الأدعية والزيارات رحوا أقرون أدعي والزيارات حتى يفتهمون الإمام المهدي موجود لما موجود وأن يوظفوا أقصى قدراتهم وطاقاتهم الألمية لشرحي وتوضيحي تلك الكلمات اللي هم ما يفتهمون هو الشيخ البحيد وقال ما قدر أفتهمه وبالطبع لو كان ذلك مقترنا بقلب عامر بالتقوى فالمأمول أن تفتح نافذة على المعرفة المسألة لا يقلق بالتقوى إلا بالألم في قضية تاريخية ابحثوا فيها بالمناهج التاريخية وتأكدوا من أده وطبقوا علم الرجال وعلم الأصول على هالقصص والرواية وأخيرا يعترف بالعجز وانطفاء سراج العقل يقول العقل يوقف في السعي لمعرفة الإمام ويقول إن النقطة الأساسية في معرفته أنه من هو هذا الإمام الحجة المهدي وماذا يكتنف ذاته هذا السؤال هذا النقطة الأساسية يعني من هو ومن عرفه وعندما يبلغ البحث في هذا الموضع هذا الشيخ الوحيد وخلصاني يقول فإن سرج العقول تخبو وتنطفاء توقف العقل يوقف يقول يعني ما قدر أفتحين شوف شلون أعتراف سريع قضية ما بيه دليل يعني لأن قضية أسطورية ما بيه أي دليل طبعا عقلك يوقف ومع ذلك يقول إن الارتباط بالله سبحانه وتعالى متعذر ومحال إلا إذا تحقق الارتباط بالإمام بس أنت قعد ما تعرف الإمام موجود لو ما موجود إذ يجب أن يتحقق الارتباط بمن به الوجود يعني الإمام حتى يتحقق الارتباط بمن منه الوجود هذه حقيقة الأمر تفتون بالفلسفة راح وضيع نفسه ضيع نفسه وضيع الناس اللي وراء ولست أدري كيف يؤمن الوحيد الخراساني برب لا يعرفه ولم يره له أثرا في الحياة أو الخلق ولا يمتلك أي دليل شرعي على وجوده وولادته وكيف يشرك هذا الرب المجهول بخالق السماوات والأرض فمن أظلم من افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح المجرمون ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون الله لا يعلم بوجود هذا الإمام وربما كان الشيخ الوحيد الخراساني غافلا عما يخالط أقيدته بالله تعالى من الشرك بسبب الغلوب في الإمام المهدي والاعتقاد بأنه فاعل ما به الوجود أو إنه كما يقول رب الأرض أو إنه يغيث المضطرين في أي مكان ربما ظنا منه أنه يقول ذلك لا بالاستقلال ولكن باستمداد القوة من الله تعالى هذه الشبهة التي ضيعتهم ولكن كلامه يوحي باختلاط الحق مع الباطل ولعله إذا التفت إلى هذه الأمور الشركية المنكرة المناقضة لعقيدة التوحيد لاستغفر الله من كل ذلك فهو يعرف أن الشركة أن الشركة في الناس أخفى من دبيب النمل وأن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثمن عظيمة وأن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ظل ضلالا بعيدا وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار ومع للظالمين من أنصار ولذا نطلب من الشيخ الوحيد الخراساني أن يبادر إلى التوبة إلى الله وتصحيح حقيدته وأن يراجع خصوصا نظريته حول وجود الإمام الثاني عشر محمد بن حسن العسكري ويدرسها بأمق ونوسى عمره قريب جاوز المية يعني ويتأكد من الروايات التاريخية التي تتحدث عن ولادته واختفائه وإذا هو ما يستطيع أن يفعل ذلك فعلى تلامدته على قد أن يفعل ذلك وأن يبتعد عن الفلاسفة المنحرفين الذين نسجوا نظرية الفير واعتقدوا بوجود مساعدين الله تعالى في خلق الكون وإدارته الذين يعبرون عنهم بما بهم الوجود إلى جانب ما منه الوجود وهو الله عز وجل وتعالى جل وتعالى عما يشركون ألوة كبيرة ونسأل الله أن يهدينا وإياه لما فيه الخير والصواب والحق ويعرفنا على صراطه المستقيم ودينه الواضح القويم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته